ازاي فقط بتنفس ممكن تنقص حياتك من حاجات كتير بما فيها سكتات القلبية بما فيها تصلب الشرايين بما فيها الشقيقة بما فيها حاجات كتير جدا هتبصلي احنا ميلها دلوقتي مع بعض اول صنف من اصناف التنفس اسمه التنفس التفريغي ايه التنفس التفريغي ومعنى ايه وممكن نعمله ازاي هنتناقش فيه وهنتعلمه سوا بطريقة جميلة جدا والتنفس التفريغي له قدرة انت طبعا في خلال اليوم احنا بناكل وفيه شوائب تبقى موجودة فالشخص يكون صاح من النوم وكراته الدم تبقى مسكة افشة كده والشوائب جواها فاول غلطة الواحد بيعملها اول ما يقوم النوم طبعا هو نايمه والجسم يبقى مسطح فيروح قايمه من النوم وروح ماشي عشان قايمه من النوم وبسرعة فبيدي الدم موقف تاني غير اللي كان فيه هو كان نايم والدم مسطح يوقف يروح جاري وديه من دمنا الحاجات الخطر جدا ديف عليها التفكير السلبي يروح قايم فجأة وروح ماشي فجأة وفكر سلبيا عشان كده معظم السكتات القلبية والحاجات دي تيه الصبح الشخص جيله جلطة بجيله سكتة قلبية لتنافسه مش مصبوط ماشي هقولك يعني ايه التنافس التفريغي التنافس التفريغ زي ما قلت الوقتي له قدرات خطيرة جدا وفي منتهى السهولة انت مجرد انت بتاخد الاكسجين بتاخد الشهيق وبتخليه وتحافظ على الاكسجين مثلا لعشر عدات انا بحافظ عليه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وبعدين بتطلع الزفير من الفم شوية شوية نص الارقام اللي انت خلتها لو انا خليت الاكسجين لعشر ارقام بطلعه في خمس ارقام يعني مثلا خليته واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وطلع من الفم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ده التنفس التفريغي فعايزك تبدأ شوية شوية ابدأ مثلا باربعة وطلع